بسم الله الرحمن الرحيم ورد الأمر في القرآن الكريم بالدعاء ومدح شطر من عباد الله بأنهم يدعون الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أمر فضل الله تعالى لا حد له البشر غالبا ما يحبون واحد يطلب منهم وما دام ما قالهم أعطوني خب ممكن يحبوه زين أول مرة يجي وقال له أعطينا شي زين قلبه ممكن يصير شي مو كلهم نحشي بشكل عام أعطى زين بعد يوم اجي وقال له أعطيني ممكن هم ثاني مرة ما يقول شي أنا تصير ثلاث مرات يقول له ابتلينا بيك بلوة شنو أنا بنك حاسبني أنا شنو كذا روح المهم يستعمل ويا حد شي وإذا كل شي يريد يصير خير يقول له الله يعطيك روح بعد لا تجيني غالبا غالبا الله عز وجل يريد عبادة يطلبون منه يريد يطلب منهم أن يدعوه يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه هناك ناس ما يعرفون الله عز وجل أم الله يعطيهم جل وعلا في مضمون رواية أن إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام كان لا يأكل كذا إلا ومعه ضيف الضيف ممدوح في الشرع زين يوم من الأيام ما كان أحد عنده ضيف في البيت خرج خارج البيت يدور واحد يعني شكتر مهتم ما يقول اليوم ما جان أحد هو يروح يدور الضيف وهذه شغلة كل واحد يقدر يسويها زينة لكن يتهاون فيها لما الآن نقول للناس الليلة ضيف لك أحد يقول وين ألقى واحد يقولي شوين تلقى اطلع بالشارع شوية أوقوف يمرون ناس أي واحد يمر قل له حاجي ما تريد تتعشى تفضل تتعشى واحد اثنين يمكن يقولون لا الثالث الرابع يقول ما يخالف هو يفرح الضيف زين المهم شاف له واحد ما يعرفه جابه وقل له تفضل لما أراد أن يأكل إبراهيم عليه السلام قال له قل بسم الله الرحمن الرحيم قال ما أقول ليش ما تقول تبين كافر كافر ملحد ملحد أصلا ما يقرب الله عز وجل إبراهيم عليه السلام تأذى قال لما تأكل تقول بسم الله تأكل قال ملازم ملازم قام طلع فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام أنه هذا صار له سبعين سنة أنا أعطيه رزق هو كافر أنت الآن على غده على وجبة قلت لقم أطلع مثلا ما أعطيته أعطيه خليه أكل فناداه إبراهيم عليه السلام قال لزين شنو اللي حصل أنت قلت لي ما تأكل الحين رجعتني أخبره بالوحي الإلهي يمكن في الرواية آمن أموما الله عز وجل يريد عبادة يطلبون منه ويحثهم على ذلك لا واللي ما يطلب ما يرفع إيدا الله عز وجل هذا خسران هذا مبغوض مغضوب عليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم في مضمور رواية الإمام عليه السلام يحث أحد أصحابه على الطلب والدعاء سل تعطه اطلب سلموس للناس من يسل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب هذا الشعر منه يقوله شاعر جاهلي جاهلي من عبدة الأصنام يقول من يسل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب أكو بعض الناس يدعي الإسلام وما يصدق بهالحشي هذا كافر كافر جاهلي يعتقد بهالشي وسائل الله لا يخيب زين فيطلب سل تعطه من مضمون الرواية واعلم أن من أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له الآن شال إيده ودعه ما صار اللي يريد ما حصل ما يضر اطلب مرة ثانية ثالثة ظل لح ويا من لا يخيب الملحين عليه الإلحاح في الدعاء مطلوب زين سؤال ليش واحد يقول لو واحد سأل قال أنا قعد ألح ما يستجاب دعائي إيش ما يستجاب هناك أسباب متعددة إما لا مصلحة في ذلك الإنسان ما يعرف مصلحته كثيرا ما يطلب أشياء لو يحصلها ضرر عليه ومثال هالعرفي أحيانا الولد يجي الأبو يلح عليه يقول اشتري لي دراجة بخارية سيكل شايف ذولها بالشوارع بعضهم راكب على هذا ويفتر بالشوارع والمشارع ويلقي نظرة يمين الشمال بلشن فدمري طالعة كذا كأنه تحف هذه إذا ركب على هذا وطلع صوت قوي ثم ماذا وشنو يعني أنت صنعت الحلو صانعه هو ما يخالف هاي صناعة أجنبية هو دفع فلوس وركبه ويركض به بالشوارع يعرض روحه للخطر يعرض الناس للخطر كلام ما بي ثمرة على كل هذا يجي على الأبو يقول يلح على أبو تعال اشتري لي أبو يقول لا أشتري لك لا أشتري لك تريد أشتري لك سيارة استفيد منها السيارة يستفاد منها تروح وتجي تقضي حواجك هو هذا فلوس هال سيكل خلي يزوجه به هذا مرخيص هذا أربع خمس تعلاب دينار يزوج بيها هذه ما فيها تضره ولا تنفعه لو يقول للأبو يعني أنت ما تحبني يقول لا أحبك لأني أحبك ما أشتري لك هذا الشيء مو مصلحتك الله تعالى كثيرا ما لا يعطي عبده ما يريد لأنه مو مصلحته فيها ضرر فيها ضرر أو في بعض الروايات لسبب آخر لا يستجاب لأن هذا العبد محبوب عند الله تعالى لأن الله تعالى يحب أن يسمع صوته يريد يظل يقول إلهي اعطيني اعطيني هذا عبد مقرب إلى الله تعالى الله تعالى يحب أن يسمع صوته هذا هم سبب أحيانا لوجود موانع ما يستجاب الدعاء هو قاعد يرتكب ذنب أو قاعد يدعو الآن كثيرا ما تجي بعض الأذهان أنه شنو الذنب لا قاعد أشرب خمر ولا قتلت لي واحد ولا ارتكب فاحشة ولا كذا ايه صحيح هذه ما سواها لكن بالبيت جاي يضرب مرته أو يصيح عليها ويسبها أو مستمر مو مهتم ويضرب الناس الأضعاف اللي تحت إيده ابنه وكذا دول يستضعفهم ويشيل إيده يقول رب ينطيني أنت قاعد تعتدي يجي واحد فقير يريد منه شي يقول روح روح ما أعطيك خمس زنانير ثم يشيل إيده لسه ما يقول إله إعطيني عشرة آلاف جينار أنت هذا فقير إجاك كمس زنانير ما أرضيت تعطيه آخر الإنسان لما يريد منه الله عز وجل شيئا وقد أمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا هاي في دعاء في الدعاء شهر رمضان الله عز وجل يحب أن الإنسان ليرود يعطي شنو السورة اللي قريناها الليلة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يجي اليتيم الحلو يقول مثلا سامحن كذا لا يدفع يقول روح وخر ولا يحض على طعام المسكين ما يعطي ما يحث الآخرين على كل مطلوب من الإنسان أن يدعو وهذا الدعاء هو بأجر فيه أجر يعني قاعد يطلب والله عز وجل غير أنه يعطي فرضنا ما يريد يعطيه أجرا على دعائه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أن الذين يستكبرون عن عبادتي هذه عبادة الدعاء عبادة سيدخلون جهنم داخرين نلاحظ أيمتنا عليهم السلام النبي وأهل البيت صلى الله عليهم أجمعين في أكثر أو كل الموارد لهم دعاء خاص يجي في الخوف من الظالم وفرض في حالة السوق في أي حاجة أدعية تجي لهالغرض وأدعية عامة مطلوب مطلوب من الإنسان إذا أصابته نائبة مو يفكر رأسا أروح لفلان أو أوسط خلي يشيل إيدا إلى الله سبحانه وتعالى يدعو يطلب والدعاء يكون بحالة خوف وطمع يدعوننا رغبا ورهبا الإنسان المؤمن المفروض يكون بهالشكل حالة من جهة خايف هي خايف لأن ما يدري وما لي لا أبكي دعاء بحمزة ولا أدري إلى ما يكون مصيري من يدري مصير شنو نسأل الله تعالى حسن العاقبة أكو واحد متأكد أنه مصير هو آخر أيامه يطلع من الدنيا بشكل مضبوط من متأكد ما حد يدري الله تعالى يعلم ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت فوق رأسي أجنحة الموت إلى آخره فيكون خايف المؤمن خايف خايف من الله عز وجل مو من الناس من خاف الله هذا مضمور رواية من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء اللي خاف الله عز وجل الله عز وجل يخلي الآخرين يخافون منه لكن إذا ما يخاف من الله عز وجل هو يخاف من الآخرين يقوم يخاف من هذا وذاك هذا ما راح يسوي لي وهذا يكيد لي وهذا كذا يقوم يفكر هذا حاسدني وهذا ضربني بعين وهذا مسوي لي السحر ومن هالخرابيط هذه ليه النهار يفكر أو يقوم هم يحط بقلبه فلان هذا ما كو غير فلان ضربني بعين وسيارتي اندعمت وهذا حسدني ومعد يشتوى بي ليش أكو عين بس الإنسان مو بكل شيء يصيبه يقول هذه عين ضربوني أحيانا مضمور رواية أحيانا هو الإنسان يضرب نفسه بعين مو إلا واحد آخر أو يشوف روحة الله عز وجل معطيه خير معطيه إيمان هاي أول شيء مو الفلوس أول شيء يفكر بي إيمان قد ناس عندهم أموال ما عندهم ذاك الإيمان ش تفيدهم هذه إيمان عنده بعدين عنده صحة عافية هذه نعمة عظيمة من عافاك أغناك أو بعدين تجي قضايا المال وبيت وسيارة وإلى آخره فيحسد نفسه أحيانا يوقف قبال نمرأة يطالع روحة معجب سقد بعض الرجال رجالها بيسوى بعضهم يوقف يعدل بشعر بكذا عند النساء شوية أكثر طبعا مو كلهم بس كثير منهن توقف ساحة نص ساحة قبال نمرأة الشعر ودته جابته كذا بعد أنثى الله عز وجل الشكل خالق بالقرآن الكريم مكتوب أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين المرأة هي بعد أنثى تنشأ في الحلية قلادة وما أدري تراتشي وإلى آخره بس بعض الرجال يسوه كثير من الرجال نشوفهم شباب وكذا يتصرف الشكل تصرفات يعني المرأة غالبا ما تقدر تخاص قال إيه لما يصير خصام صعب توقف أمام الرجال وكذا تتصايح وياهم أمومن الدعاء لإنسان المؤمن يكون خايف ويكون راجي ليكون يائس نعوذ بالله بين خوف ورجاء يدعوننا رغبا ورهبا يكون يدعو وبنفس الوقت لا يكون يقول أنا راح أدعو إلهي مو إذا أدعيتك ما تسوي لي لا لازم تسوي لي شنو يعني أنت إليك حق على الله سبحانه أو يقول أنا أدعو مو معلوم أنا جربت شفت ماكو فائدة يائس مو هالشكل يدعو وهو بين رجاء وخوف هذه الحالة اللي هي مطلوبة وفي القرآن الكريم مذكورة إذن من الأمور التي أمر بها الدعاء وصلى الله على محمد وآله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر